اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي خمول او كسل يأتي للانسانه في مجلس العلم وهو يعلم انه تحفه الملائكة اي خمول او اي كسل يأتيه وهو يجلس في مجلس يعامل فيه ملك الولوك وإله الاولين والاخرين عبد اعرض عن الدنيا واقبل على ربه اي خمول واي كسل يأتيك وانت تنشر كتاب الله بين يديك بصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة اي خمول واي كسل يأتيك وانت تفتح كتاب الله الذي فيه الاخبار والاثار التي تقضى النضاجع وتبكي العيون وتخشع القلوب اي خمول واي كسل وانت في جد لا لعب فيه وفي حق لا باطل فيه اي خمول واي كسل لاننا لم نعرف الله حق المعرفة خمول وكسل لاننا لم نعلم اين نحن الشخص يأتي ويذهب الى مجالس العلم وهو لا يستشعر ان الله يسمعه ويراه يا هذا لو علمت اي شيء اخذت اذا اخذت كتاب الله يا هذا لو علمت من تعامل وانت خارج من بيتك الى حلقة من حلقات الذكر يا هذا لو علمت اي ليلة تلك الليلة التي سهرت وتعبت ونصبت وانت تقرأ كتاب الله او تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظها للأمة الا تعلم ان الملائكة تتنزل لانك في عمل صالح يرفع وتفتح له ابواب السماء وهذا الذي تجلس من اجله وهذا الذي تكتبه وهذا الذي تسمعه وهذا الذي تقرأه ذكر لك في الدنيا وذكر لك في الاخرة هذا الذي تقرأه وتسمعه وتنظره وتعيه وتفهمه ترفع به درجتك وتكفر به خطيئتك هل شعرت يوم خرجت من بيتك أنه ربما تخرج إلى مجلس من مجالس العلم وأنت أصدق ما تكون مع ربك ينظر الله إلى قلبك ليس فيه أحد سواه وقد تخرج أنت في خضم الشواغل والمشاغل وقد تخرج أنت سحران الليل فتقول أريد أن أبقى على سهري لأرضي ربي فتخرج إلى هذا المجلس لله وفي الله لا رياء ولا صمعة فتبعث الملائكة لتشهد على عملك الذي عملت فيه ربك فإذا بك في هذا المجلس خط لك الحسنات وترفع لك الدرجات فيالله كم من طالب علم رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه ويالله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكأن دسال حاله يقول أشهدك يا رب أني أريد أن أحمل كتابك بين صدري بين دفتي صدري لوجهك وابتغاء ما عندك ومنهم ما خرج من بيته ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول يا رب غفلت الناس ولهت بالدنيا وإني أريد الآخرة أريد ما عندك أريد رحمتك أريد فضلك أريد الدرجات العلا من الجنة أريد أن أتعلم العلم الذي يقربني إليك رب ما خرجت من بيتي لا أشيراً ولا بطراً ولا رياءاً ولا شمعة خرجت لك ولوجهك وابتغاء مرضاتك فارفع درجتي وكفر خطيئتي وبارك لي في علمي واجعله علماً شافعاً نافعاً يوم لا ينفع مال ولا بنون أين أنت من هذه الرياضة الزاكية أين أنت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلا من الجنة يسأل الله ملائكة يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك تصعد الملائكة إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ما سألهم عن الذين شيدوا ولا عن الذين بنوا ولا عن الذين سادوا في الدنيا ولا عن الأغنياء ولا عن الأثرياء ولا عن العظماء سأل عن من جلس في مجلس يذكر فيه الله فحفتهم الملائكة وأشيئتهم الرحمة لأنهم جاءوا متاجرين مع الله فارتفعت هذه الملائكة إلى ربها فيسألهم الله الله أكبر هذه مجالس العلم التي تنام فيها والخمول التي تخمل فيها أين أنت أين أنت أنت تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين يسأل الله ملائكته البررة الحفظة أن هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوته ما جلسوا للدنيا ولا جلسوا للبيع ولا للشراء ولا للأخذ ولا للعطاء ولا للشعر ولا للنفر ولا للتباهي جلسوا ليتعلموا شيئا يقربهم إلى الله فيقول الله جل جلاله في آخر الأمر وما أدرك ما آخر الأمر فآخر الأمور التي بينك وبين ربك كلها خير وكلها نفحات ورحمات وود وبر يقول الله لهم ماذا يسألونني ماذا يسألونني من هم هؤلاء القوم ما هي حاجتهم الله أكبر هل شعرت أن تتجلس الساعة والساعتين أن الله يسأل كما جلست في مجلس هذا العلم كما أحببت العلم وأهله وتقربت إلى ربك وخالقك بهذا العلم فانظر أين منزلتك يقول الله تعالى ماذا يسألونني يقول يسألونك جنتك قال وهل رأوها كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها ثم في آخر الحديث يقول الله لهم قد غفرت فيقول تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا عبدا خطاعا كثيرا ذنوب مر فجلس معهم قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس هذا الذي تنام ويصيبك الخمون عنه شهد الله من فوق سبع سماوات أن صاحبه لا يشقى العلم هذا أي شيء أي شيء هذا العلم أغنى الله العلماء فليس هناك أحد في هذه الدنيا والله أغنى ممن علم وصدق في علمه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو خير العالم العامل بعلمه بين صفحة من صفحات هذا العلم من الكتاب السنة وبين الدنيا وما فيها من ماذها وثرائها وجاهها وأنسها وبدخها والله نختار الصفحة واعتز بل إنه يرى أنه لا يمكن أن يلتفت إلى هذه الدنيا أي شيء أعطأك ربك أي شيء ترتج له السماوات السبع الأولى ألا تعلم أنك لو طلبت هذا العلم وعطيته حقه ونبذت الكسل والخمول وأقبلت على ربك بصدق وجد واجتهاد وأظهرت لله أنك تعظمه وتعظم هذا العلم الذي تطلبه أن الله يفتح عليك باب سعادة لا تشقى بعدها أبدا وأن الله يفتح عليك بهذا العلم باب رحمة لا تعذب بعدها أبدا لقد طلب أقوام العلم فصدقوا مع ربهم فصدق الله معه فيالى الله من قبور تنورت لأهلها بالعلم والعمل يا لله من أقوام يفتحلوا من الدنيا وبقية أثارهم علومهم ترفع بها درجاتهم وتكفر بها خطيئاتهم يا طالب العلم استفق من المنام وانتبه من الغفلة وتذكر ربك ذا الجلال والإكرام إن الأساء والشجاء أننا ما قدرنا الله حق قدره ما أسفنا على راحة الأبدان ولا على صحبة الخلال ولا على ما يكون وما كان ما أسفنا والله إلا أننا ما قدرنا الله حق قدره هذا العلم ليس محلا للخمون هذا العلم ترجف به القلوب كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار كيف تنام كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم في أخراه أو لا يسلم كيف تتلذد بالغاحة والخمون وأنت في سعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك عار على طالب العلم أن لا يقدر الله حق قدره لقد فاتت الدنيا ومضت بزينتها وزخارفها فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله وطوبا ثم طوبا لمن عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا العلم حقه وقدره يا طالب العلم اتق الله وعلم أن الله مطلع على سريرتك فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصفياء الأطقياء إن العلم ليس لله ولا للخمول إنا سنلقي عليك قولا فقيلا وعلم أنه لا يأتيك الكثب والخمول إلا بسبب الذنب ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة ودواء ذلك ما أرشدك إليه ربك أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وقل للهما إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشد ما عندي سل الله أن يغفر ذنبا يحول بينك وبين العلم فليس هناك حرمان أعظم من حرمان العلم والعمل اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما يقربنا إليك اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمننا من الفتن ما ظهر منه ما بطن اللهم اشرح بالعلم صدورنا وعبر به قلوبنا وسدد به ألسلتنا وعصم به جوارحنا واخذ به بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم اصرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الشمعة اللهم اجعلنا من خافك واتقاك وابتغى رضاك فألهيته عن كل شمعة ورياء وملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصياء اللهم خبنا وعصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوب اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوب واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم يسلل قلوبه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر